ما يقارب 47 ألف متقاعد من العسكريين مهددون بخفض معاشاتهم التقعودية في اقتراح مشروع السلسلة من ضمن هؤلاء قدام الجيش إضافة إلى أسر الشهداء هذا في وقت تتسابق فيه القوى السياسية على التصريحات الداعمة للجيش العسكريون المتقاعدون يرفضون احتساب المعاشات التقعودية على طريقة الشطور ويطالبون بأن تتساوى معاشاتهم التقعودية بصرف النظر عن تاريخ إحالتهم إلى التقاعد نحن حوق الشهداء وعوائل الشهداء ومصابي الحرب هي خارج تسويات الربع ساعة الأخيرة مطلبنا واحد إقرار قانون تعديل المادة 79 بقانون الدفاع الوطني قابل إقرار السلسلة وقابل إقرار قانون الرفع بالحيوان بتحب الجيش بتثبت له حقوقه ما بتتحقي على حقوقه بمواد من السلسلة فيها زل من الزل والعار نحن ما بنقبل فيه حق يوازي 85% من ما يوازينا بالرتب والدرجة مرة لكل المرات وفي كل مرة تطرق فيها زيادة على غلال المعايشة العسكريون المتقاعدون يرفضون احتساب المعاشات التقاعدية على طريقة الشطور ويطالبون بأن تتساوى معاشاتهم التقاعدية بصرف النظر عن تاريخ إحالتهم إلى التقاعد أنه نحن رواتبنا كمتقاعدين رواتبنا هي من صندوق تقاعدية كل عمرنا مندفع فيها كل شهر كل شهر نحن مندفع بهالصندوق لنطلع تقاعد نعيش مكرمين معززين هالصندوق هايدي اتصرفوا فيها نحن هيدا حقنا من ناشد كل النواب يلا وعدونا يكونوا حدنا من قال لهم اليوم فضلونا لنفضلكم بكرة بكرة جاء الانتخابات ما تعتقدون حقنا بكرة هنحسبكم صندوق الانتخابات منقلوا للنواب انتوا منكنوا موظفين لا تاخدوا معايش تقاعد لا تعتوا حقوق لا الكنوا للميتين منكن انتوا عم تسرقوا حرامية 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 بهالشغلة وقفوا معايش كنت تقاعد انتوا وقلة أربع سنين فقط ومزورين لكلمة الشعب المتقاعدون المتظاهرون ساروا من أمام المصرف المركزي في الحمراء إلى شارع المصارف في وسط بيروت لتسليم ممثلي الكتل النيابية ورقة بمطالبهم لكن الأقطاب السياسيين غيروا وجهة اجتماعهم من وزارة المال إلى السرايا الحكومية من دون أن يلتفتوا إلى كل صراخات العسكريين القدامة